أهلا بكم نتحدث اليوم عن آخر البيانات المتعلقة بطبيعة الاستثمارات للدول الخليجية في الخارج وكذلك كيف تستقبل هذه الدول الخليجية الاستثمارات الأجنبية على أراضيها نمر وإياكم على آخر الحقائق والبيانات القادمة لدينا والمتعلقة بطبيعة الاستثمار الأجنبي داخل الأراضي الخليجية قيمة الاستثمارات الأجنبية الداخلة للدول الخليج بالمليار دولار تأتي يتدفق على السعودية قرابة ثمان مليارات دولار بينما تستحوذ الإمارات على النصيب الأكبر من جذبها الاستثمارات الخليجية برصيد يصل إلى عشر مليارات ومئة مليون دولار الكويت تستحوذ على نصف مليار دولار قطر مليار واربعين مليون البحرين قرابة تسعمائة وثمانين مليون دولار وفي مسقط أو عمان لدينا مليار ومئة وثمانين مليون دولار أمريكي هي قيمة الاستثمارات القادمة الأجنبية لديها للاستثمار في الداخل طيب قيمة الاستثمارات الأجنبية صادرة من دول الخليج إلى الخارج بغض النظر طبعا إلى أي دولة وجهتها السعودية تستثمر في الخارج بقيمة 5 مليارات و400 مليون دولار الإمارات تستثمر بـ 3 مليارات و70 مليون دولار الكويت لها الحصة الأكبر من الاستثمارات الخارجية بقرابة 13 مليار ومئة مليون دولار قطر تستثمر ب 6 مليارات و 750 مليون دولار أما عمان فاستثماراتها في الخارج بمليار و 160 مليون دولار ماذا عن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج يعني كم مشروع أجنبي يتم استثماره داخل الدول الخليجية السعودية على أراضيها في 1184 مشروع الإمارات لها نصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية عدد الاستثمارات 3880 استثمار الكويت 307 استثمارات فقط قطر 740 استثمار البحرين 567 استثمار وفي عمان 496 استثمار طبعا ربما هذا يعطينا مؤشر أنه إلى أي درجة تقدم حكومات هذه الدول الخليجية ربما بعض من المرونة أو التسهيلات للاستثمار الأجنبي على أراضيها لذلك ترتفع لدينا الحصيلة ماذا عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج كنسبة من العالم العربي من جملة العالم العربي نجد أن الإمارات تستحوذ على نسبة أكبر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية القادمة للمنطقة العربية ب36% من مجمل استثمارات تأتي بعد ذلك السعودي 11% عمان لدينا 5% البحرين 5% قطر 7% وفي الكويت لدينا 3% ماذا عن عدد الشركات وليس المشاريع يعني ممكن شركة واحدة لديها عشرات المشاريع هنا ستتقلص لدينا الأعداد لأنه ممكن فعلا كما ذكرت شركة كبيرة معروفة لديها أكثر من استثمار ونتابع عدد الشركات التي تستثمر في المنطقة الخليجية السعودية فيها 886 شركة الإمارات لديها العدد الأكبر من الشركات الأجنبية 3219 شركة الكويت 258 قطر 602 البحرين وعمان أيضا لدينا الحصيلة تقريبا متقاربة أذكر أنه استهداف هذه الدول من قبل الاستثمار أو عدد الشركات الأجنبية يعود إلى طبيعة التسهيلات نهيكم عن إذا كان في مشاريع يعني إكسبور ربما القادم لدبي سيرفع عدد المشاريع والشركات أيضا ملف المونديال ربما سيرفع عدد المشاريع والشركات ماذا عن شركات الاستثمار الأجنب المباشر في دول الخليج كنسبة من العالم عروف طبعا مرينا على هذه المشاريع نذهب إلى حصيلة جديدة وإلى عدد شركات الاستثمار الأجنب المباشر الخليجية في الخارج إذن السعودي لديها 178 شركة سعودية تستثمر في الخارج الإمارات 690 شركة إماراتية تستثمر في الخارج الكويت 146 شركة كويتية في الخارج قطر 76 البحرين 94 وفي عمان 28 شركة عمانية تستثمر في الخارج لكن ماذا عن عدد المشاريع الاستثمار الأجنب المباشر الخليجية في الخارج يعني كم مشروع لهذه الشركات السعودية لديها 526 مشروع ونقصد في الخارج ربما هي حتى خارج السعودية بغض النظر سواء كانت في الخليج أو في الوطن العربي أو حتى في الدول الأخرى الإمارات لديها عدد أكبر من المشاريع 2457 مشروع إماراتي في الخارج الكويت 400 قطر 301 البحرين وعمان حصتها الأقل في عدد المشاريع الخارجية أهم الدول المستثمرة في الإمارات كونه لاحظنا طبعا الإمارات تستحوذ على الشريحة الأكبر سواء كانت بعدد الشركات التي تستقطبها في أراضيها أو حتى بعدد المشاريع نهيكم حتى إنها سجلت نسبة أعلى في استثماراتها في الخارج لدينا الهند هي أكثر المستثمرين الأجانب على الأراضي الإماراتية بنسبة 18% لدينا الولايات المتحدة الأمريكية 15% بريطانيا 8% ألمانيا 5.5% وما تبقى تتوزع على الدول الأخرى وأهم الدول التي تستقبل استثمار الإماراتي لها في الخارج سواء كانت بعدد الشركات أو المشاريع لدينا مصر هي أكبر المستقبلين لعدد من المشاريع الإماراتي 11% الهند 10% العراق 10% الأردن 5% وما تبقى يتوزع على بقية الدول الأخرى إذن من هذه البيانات والحقائق نستطيع أن نستطلع أهم الشركات الإماراتية من جملة هذه الأرقام التي فعلا تستثمر في الخارج لدينا الشركة الأولى التي ترتفع لدينا فيها عدد استثمارات إعمار العقارية وتستثمر بـ 27 مليار ومئة مليون دولار دبي القابضة 23 مليار و300 مليون دولار دبي العالمية 15 مليار و400 مليون دولار داماك 13 مليار و400 مليون موانئ دبي 11 داناغاز 9.6 طبعا أذكر داناغاز استثمر في الخارج تحديدا في مصر وأقليم كردستان العراق مجموعة الفطيم 8 مليارات وماجد الفطيم 7 مليارات و900 مليون دولار هذه القراءة تعطينا بحقائق واضحة كلما فتحت الدول الخليجية المجال الاستثمار الأجنبي على أراضيها بتسهيلات ضريبية وأيضا طبيعة استثمار أجنبي كلما سهلت لديها قاعدة أكبر من الاستثمار الأجنبي على أراضيها